اشتركوا في القناة مرحبا بكم مشاهدنا الكرام في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية نستهلها بالعنوين الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والزيارة تصل المدينة المنورة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 متضمنة 86 مليار ريال في الاحتياجات التمويلية لضمان جودة المخرجات التعليمية هيئة تقويم التعليم وتدريد توقع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع عشرين شركة تعليمية عالمية وانخفاض في درجات الحرارة على منطقتين الشرقية والرياض والأرصاد يتوقع السمرار الأمطار على معظم المناطق في المملكة تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة التوافد إلى المدينة المنورة وتضم الدفعة الأولى من المجموعة 250 معتمرا ومعتمرا من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا ومن المقرر أن تصل الدفعة الثانية والثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى والتي تضم ألف معتمر من جميع دول العالم دشن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل المتحد عددا من المنصات التقنية المعنية بالتحول الرقمي الخارجي للمجلس تتضمن منصة بلاغات لحجاج الداخل ومنشآت خدمة حجاج الداخل ومنصة تحسين عمليات الانتخابات والتمثيل بواسطة منصات إلكترونية مثل تسجيل الحضور وتقديم المرشحين وجمع القوائم المالية مما يعزز شفافية العمليات الديمقراطية والإدارية في المجلس التنسيقي إلى جانب تفعيل منصة الابتكار للأفراد والشركات وذلك لتعزيز التفاعل وتصليط الضوء على الإبداع في مجال الخدمات الحجية قدمت الإدارة والأقسام العاملة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أكثر من 326 ألف خدمة تقنية للمستفدين عبر الوسائل التقنية المتاحة وأوضحت الهيئة أن منسوبية العمليات تعاملوا خلال العام الماضي مع أكثر من 39 ألف بلاغ في كافة محاور الخدمة كما سفاد مئة ألف مصل وزائر من خدمة إشغال المصليات والتي تقدمها الهيئة أكدت أوبيك التزامها بالوحدة في إطار المجموعة ومع الدول المنتجة من خارجها كما أكدت أن جهودها أسهمت في التغلب على التحديات وعززت استقرار أسواق النفط نتابع التعاون، الحوار، الاحترام المتبادل والثقة أساسية لمواصلة الجهود المتكاتفة المستمرة لما فيه مصالح للمنتجين والمستهلكين والمستثمرين هذا ما أكدته أوبيك وأعضائها ودول منتجة خارجها جهود جماعية وصفها مهتمون بالقطاع بالاستثنائية إعلان التعاون آثار واضحة في دعم سعي الاقتصاد العالمي للتغلب على العديد من التحديات كما أنها عززت استقرار سوق البترول والتي تقودها أوبيك إلى استقرار ينفع الجميع ويحمي القطاع فالعمل قائم في إطار التعاون الذي تم توقيعه في العاشر من ديسمبر عام 2016 وتم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة المجموعة نحن هنا نتفق بالنسبة 100% للمرة الأولى بالنسبة لحدما يتعلق الأمر بخفض الإنتاج جهود حسب مختصين كانت واضحة في مساعدة الاقتصاد العالمي للتغلب على التحديات دور تاريخي بقيادة الرياض قلب مصلحة العالم وضمن للسوق استقراره اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا وقد تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سدد مستحقات أصل الدين العام بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024 تجاوز مجموعة تبرعات للحملة الشعبية لغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 600 مليون ريال فيما يقدر عدد المتبرعين بأكثر من مليون و 360 ألف متبرع وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة لغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ضمن الحملة الشعبية لغاثة الشعب الفلسطيني تأتي هذه المساعدات ضمن دور المملكة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قصف إسرائيلي سادف منازل المدنيين في قطاع غزة وتجمعات للنازحين في مدينة تيدير البلح وخان يونس وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ثلاثة وثلاثين فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء وثقت وزارة الصحة الفلسطينية مقتلى ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين امرأة وطفلا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم التسعين على التوالي وأوضحت الصحة الفلسطينية أن ستة آلاف واربعمائة وخمسين امرأة قتلنا خلال الاستهداف الإسرائيلي للمنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من طائرات الاحتلال ومدفعيتها كما بلغ عدد الضحايا من الأطفال إلى نحو عشرة آلاف مشيرة إلى أن تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر مواطنا فلسطينيين قد سجلوا أو سجلوا إما في عداد القتلى أو المفقودين بغزة من جانب آخر قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون شمال الضفة الغربية أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط للصناعة وإنتاج الورق ميبكو لتبلغ نسبة ملكيته في الشركة ثلاثة وعشرين وثمانية من مئة في المئة ويهدف الصندوق من خلال هذا الاستثمار إلى تمكين شركة ميبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاسدامة البيئية عبر المنتجات القابلة للتدوير حيث تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل أصول الملكية الفكرية أتم وتاتف المنصة لتحفيز الإبداع والابتكار ورقمنة إجراءات تداول لأصول الملكية الفكرية بالإضافة لتعزيز الاستثمار بما أو الاستثمار بها بشفافية موثقية عالية كما تقدم المنصة عددا من الخدمات الداعمة من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع عشرين شركة تعليمية تضم مائة وخمسة مدارس وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثين طالبا وطالبة ويادف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية وتدريبية وحوكمتها وزيادة رضا المستفدين ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية وتعزيز القدرة على الابتكار وتطوير في البرامج التعليمية وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة مع مائة وخمس شركات تعليمية تضم ألفا ومائتين وإحدى وخمسين مدرسة تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي هذا ووقعت هيئة تقويم التعليم وتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد اتفاقيات الاعتماد أربعة برامج أكاديمية لجامعة المعرفة وشملت الاتفاقيات اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوس وهي تقنية التخدير وعلوم الحاسب ونظم المعلومات ونظم المعلومات الصحية حيث ستكون جميع برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاق فرصة توطين صناعة فواصل التمدد بموقع الهيئة الإلكترونية ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة وتعزيز القدرات المحلية والسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني اختتمت وزارة الصناعة وثرة المعدنية حاضنة ومسرعة نمو الصناعية في مرحلتها الأولى وذلك ضمنت سراتيجية الوزارة في تمكين رواد الأعمال وأوضح وزير الصناعة بندر الخريف أن حاضنة ومسرعة نمو الصناعية تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع وتمكين المنشأة الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين مؤكدا حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل لتعزيز معلومات اللغة العربية وبيانتها في العالم الرقمي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة فلك للمدونات اللغوية رؤية المملكة ألفين وتشاهدون فيها أيضا لتحسين جودة الحياة ارتفاع معدل المساحة الخضرائي والأماكن العامة في المملكة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة فلك للمدونات اللغوية لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها ومساعدتهم في استكشاف ظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالظاهرة اللغوية ورصدها ودراستها وتحليلها نتابع وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة فلك للمدونات اللغوية فلك منصة تعمل على تعزيز معلومات اللغة العربية وبياناتها في العالم الرقمي وإثراء محتواها اللغوي كما تسعى إلى تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي من خدمة اللغة العربية بإتاحة البيانات اللغوية اللازمة ذات الجودة العالية وتيسير عمليات توسيم البيانات اللغوية ستوفر فلك آليات بحث واستعلام عصرية بأساليب عرض تحليلية ذكية سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة كما تحتوي على أكثر من مليار ونصف المليار كلمة وأكثر من عشر مدونات جاهزة وثلاث عشرة أداة حاسوبية متقدمة منصة فلك صممت بحيث يمكن إضافة المزيد من المدونات إليها مستقبلا كما يمكن تطوير أدوات تحليل البيانات اللغوية فيها وتحسين تجربة المستخدمي عليها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسس ليكون مرجعا علميا على المستوى الوطني في اللغة العربية وعلومها والإسهام بتعزيز دور اللغة العربية إقليميا وعالميا وإبراز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية خلال عام 2023 ارتفاع في معدل المساحات والأماكن العامة في السعودية حيث شهد عام 2023 زراعة مليون وثلاثمائة ألف شجرة وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة وتحقق الاسدامة الحضرية رؤية المملكة 2030 وخططها واستراتيجياتها لتنويع القاعدة الاقتصادية تؤتي ثمارها فتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية كان من أهم إنجازات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023 معدل المساحات والأماكن العامة في السعودية ارتفع من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة وتحقق الاستدامة الحضرية وتعزز أنسنة المدن وتعالج التشوهات البصرية كما تمثلت الإنجازات البارزة التي حققتها مبادرات برنامج جودة الحياة في زيادة نصيب معدل الفرد من المساحات الخضراء إلى أكثر من ستة أمتار مربعة بالإضافة إلى زراعة أكثر من مليون شجرة ونجح مشروع بهجة في تنفيذ تسعمائة واثنين وخمسين تدخلا حضريا شمل تطوير أربعمائة وإحدى عشرة حديقة وخمسمائة وواحد وأربعين تدخلا للشوارع والميادين والساحات العامة الذي أسهم في رفع نصيب الفرد من الأماكن وتحسين المشهد الحضري الفان وثلاثة وعشرون عام الإنجازات والنماء إنجازات تنبع من رؤية واضحة وعمل كبير بقدر الطموح من أجل الرقي بجودة الحياة والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر استعرضت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم منجزاتها السنوية ومشاريعها التنموية المقدمة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم وذلك تزامنا مع نهاية عام الفين وثلاثة وعشرين وأوضح التراحم أن المنجزات تعكس الأرقام القياسية المحققة من خلال عمل الجهات التابعة لها التي تصل إلى خمس عشرة لجنة فرعية في جميع مناطق المملكة لخدمة المستفيدين بدأت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الجهة المنظمة والممكن الرئيسة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر زياراتها الميدانية كمتطلبا لإصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر للمملكة وباشرت أعمالها بأربع عشرة زيارة شملت جدة وجزان ومحافظة الليث ويهدف ترخيص مشغلية المراسي السياحية إلى تسهيل إدارة عمليات المراسي ورفع مستوى جودة خدمة العملاء والحفاظ على بيئة آمنة لليخوت وزوار البحر الأحمر أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 132 كائنا فطريا في محمية نيوم وذلك بهدف إعادة توطين مجموعة منتنوعة من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية مما يعزز من فرص بقائها واستمراريتها ومن بين تلك الكائنات ضباء الريم والوعول والمهل العربي أعلنت قوات الأمن البيئية القبضة على ستة مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بحوزتهم صقورا وبنادق وذخيرة غير مرخصة إضافة إلى أجهزة لتتبع الطيور وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بيمبع السفينة هوج سيدني أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائها عبر المسافنة وذلك من خلال المزود العالمي لخدمات النقل البحري هوج أوتولاينز وتحمل على متنها ألفا وتسعمائة وأربعا وثمانين سيارة ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته تشغيلية العالية حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة فيما تبلغ أعماق أرصفته ثمانية عشر مترا يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بيمبع استقبل مؤخرا السفينة جولي المحملة بمركبات رالي دكار الفين واربعة وعشرين والتي ضمت ثمانمائة وأربعا وستين مركبة وستا وثمانين دراجة نارية وخمسة طائرات مروحية وتسعا وثلاثين حاوية للمشاركة في رالي دكار السعودية لهذا العام انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الكتاب والقرى في نسخة ثانية والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان الحضاري في عسير ويستمر لمدة أسبوع احتفاء بالثقافة والأدب العربي والعالمي وتعزيز مكانة المملكة الثقافية هذا ويستقطب المهرجان نخبة من المثقفين والأدباء لتقديم إنتاجهم لمختلف شرائح المجتمع افتتحت اليوم فعاليات شتاء جازان الفين واربعة وعشرين تحت شعار أجمل وأدفى في عدد من محافظات المنطقة التي أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار ويضم المهرجان أكثر من ستين فعالية متنوعة منها مهرجان البن الدولي والملتق الشعري بجزر فرسان وفعالية شاطئ الشقيق أدانت منظمة التعاون الإسلامية تفجير الإرهابية الذي سدف المدنيين في إيران مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين وعربت المنظمة عن تعزيها لحكومة وشعب إيران ولذوي الضحايا وتمنيتها للمصابين بالشفاء العجل وجددت وقوفها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم في الكويت أصدر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمرا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة وكان الشيخ محمد صباح السالم البالغ من العمر 68 عاما وزيرا للخارجية في الفترة بين عامي 2023 أو 2003 و2011 وتلقى تعليمه في جامعة هارفارد الأمريكية والتي نال منها شهادتي الماجستير والدكتورة في الاقتصاد والسياسة ارتفع عدد قتل الزلزال الذي ضرب الساحل الغربية لليابان في أول أيام العام الجديد إلى 77 قتيلا على الأقل مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة بينما ينتظر عشرات الألاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة وتعرضت شبه جزيرة نوتو إلى ما يقرب من 600 هزة منذ وقوع الزلزال مما يثير المخاوف من حدوث انهيارات أرضية والمزيد من الأضرار بالبنية التحتية عقب الزلزال الذي يعد الأسوأ في اليابان منذ عام 2016 وعن حالة تقسي هذا اليوم توقع مركز الأرصاد بمشيئة الله تعالى انخفاضا في درجات الحرارة على منطقتين شرقية والرياض مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصعوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة الضباب الكثيف هو السم السايدة في طقس المملكة حيث تكون الضباب الكثيف في ساعة الصباح الباكر على كثير من مناطق المملكة أبرزها منطقة القصيم في ساعات المساء المتأخر والصباح الباكر وصلت إلى انعدام وشبه انعدام في مستوى الريولة وفقية الرؤية بشكل عام بسبب تكون الضباب الكثيف والضباب سيكون السم السايدة إن شاء الله تعالى فيما تبقى من هذا الأسبوع خصوصا ونحن مقبلين على إجازة مطولة سيكون الاستقرار هو السم السايدة مع برودة الأجواء خصوصا مع تواجد مرتفع جوية وأثر بذل الله تعالى على أجواء المملكة بشكل عام لكن تبقى فرص الأمطار هي المسيطرة على أجزاء من المرتفعات والسواحل الجنوبية قد تشمل بذل الله تعالى حتى السواحل من منطقة مكة المكرمة خاصة الأزاء الجنوبية منها خلال هذا اليوم تكونت الضباب في ساعات الصباح الباكر كذلك الحال على معظم السلسلة الجبلية من منطقة عسير ومرتفعات جزان الشرقية حتى بعض أزاء منطقة مكة المكرمة ومن المتوقع إن شاء الله تعالى هطول الأمطار فيما تبقى من هذا اليوم حيث هطلت الأمطار في ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الخميس على سواحل منطقة جزان ومتوقع إن شاء الله تعالى استمرار فرص هطول الأمطار خلال ما تبقى من هذا اليوم وخلال أيام القادمة على منطقة جزان وسواحلها مرتفعات جزان الشرقية منطقة عسير منطقة الباحة منطقة مكة المكرمة والمرتفعات ولا يستبعد أن تتأثر السواحل منطقة مكة المكرمة بهطول قد يكون متوسط إلى غزير الأمطار خاصة السواحل الجنوبية في الليث وكلما تجانى جنوبا لا يستبعد أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على سواحل منطقة مكة المكرمة وكلما تجانى شرقا حتى العاصمة المقدسة وخلال إن شاء الله تعالى ما تبقى من هذا اليوم تبقى الأجواء باردة بشكلها المعتاد على معظم المناطق الشمالية من المملكة اليوم سجلنا درجات حرارة في القريات وفي طريف أقل من خمس درجات مياوية وصلت إلى حوالي أربع درجات مياوية سنلاحظ مع منتصف الأسبوع إن شاء الله استمرار بنودة الأجواء بشكلها المعتاد على معظم مناطق الشمالية من المملكة ستكون درجات الحرارة أقل من خمس درجات مياوية وسنشاهد كذلك الحال تتابع انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الرياض لتكون أقل من العشر درجات مياوية بهذا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والزيارة تصل المدينة المنورة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 متضمنة 86 مليار ريال في الاحتياجات التمويلية لضمان جودة المخرجات التعليمية هيئة تقويم التعليم وتدريب توقع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع عشرين شركة تعليمية عالمية وانخفاض في درجات الحرارة على منطقتين الشرقية والرياض والارصاد يتوقع السمرار الامطاري على معظم مناطق المملكة شكرا لكم ومشاهد الكرام على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة